شح مياه يضرب البلاد وعجز في المخزون يقلق المعنيين ويرفع نسبة المخاوف من تداعيات الأزمة الأمر الذي يدفع إلى بحث ملف شح المياه وآليات تحجيم آثار خفاضي مناسيب نهري دجل والفرات على الواقع البيئي والزراعي وزارة الموارد المائية أكدت تضمين جزء من احتياجاتها المالية في قانون الدعم الطارئ والاستعداد لزيارات متبادلة قريبة مع تركيا تتحدث عن حجم حاجة العراق من المياه كافة الاحتياجات للمشاريع الرئيسية الاستراتيجية كمشروع سد مقحول ومشروع البدعة وكل المشاريع المهمة التي تعمل الوزارة حريصة على تنفيذها لمواجهة الشح المائية وكذلك مشروع التحول من الرئي المفتوح للرئي المغلق ستكون هناك زيارة المغوثة الخاصة لرئيس التركيا سيد فيصل أوروخ إلى الفترة القليلة القادمة لغرض الدخول في مفاوضات لموضوع حصص العراق المائية من نهري دجلة والفرات وكذلك موضوع المركز البحثي المشترك وبروتكون نهر دجلة بنسبة 50% خفض الخزين المائي في العراق عن العامين السابقين نتيجة خفاض مستوى الإطلاقات المائية من تركيا وإيران وقلة الأمطار ملف معالجة قلة المياه يتطلب العمل على توفير التخصيصات الكافية لإنشاء السدود وتنفيذ المشاريع الإروائية والانتقال إلى الري الحديث ومواجهة تغير المناخ في العراق لدينا شحة مياه كبيرة خاصة فيما يتعلق بالسدات يعني نشفت تقريبا السدات فبالتالي أيضا مشاريع الري لا يوجد لديها أي تخصيصات ارتأت اللجنة المالية إلى دعم هذه الوزارة وإغناءها لا سيما أن المناطق الجنوبية اليوم وصلت إلى شحة مياه كبيرة لهذا ارتأينا كالجنة مالية إلى دعم هذه الوزارة ورفضها بتخصيصات لكي تواكب دول الجوار تركيا وإيران وتستطيع أن تحافظ على ثروتها المائية إلى جانب دعم المالية النيابية لوزارة الموارد المائية لجنة العلاقات الخارجية النيابية أكدت وضع ملف المياه ضمن أجنداتها لتتحرك صوب تركيا وإيران بهدف حصول العراق على حصة مائية كافية ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد